موسيقى كيزيد ظيير المغرب أصلا حالة الآندار كيمددها حسن عشر يونيو والرحلات ديلله الجوية علق الرحلة الجوية مع 41 دولة غادي نتكر لكم منها أهم دول اللي كيتمها الجالية المغربية اللي كينا في الخارج الصفة عمى من بين 41 دولة اللي المغرب علق الرحلات ديله الجوية معها يعني يمكن حتى شي رحلة فقط رحلة طبية وتيجارية أما الرحلات الناس اللي كيمشي ويجيو رح ما كياناش المغرب علق الرحلة ديالو حتى نعصره يونيو عادي لكي شكلهم اخر يعني بلما مقا نطبلوه بزاف ونغيطو ونعودو نفس الهضراء مرحبا ممرحبا مكلا مرحبا لولو والمغرب باقي ما زال كي زيار والكي يقول بان من اجل اه كنترول دير وباء كورونا والسلالة الجديدة والى غير ذلك كما كما هو معروف ولكن اه الامر كينا قضايا كينا مشاكل سياسية بالجملة خاصة المغرب مع اسبانيا والمانيا وزيد وزيد يعني المشاكل ديال بالصح الموضوع راك كبير كبير بزافة الاخوان ويديك شي في في التبادل المعلومات الاستخباراتية اللي عندها علاقة بالامن وزيد وزيد موضوع راك كبير كبير بزاف بلا مقا نهضرون زيدون طولو في الهضراء المغرب كيعلق الرحلة ديالو كما قلنا ما واحد ربعين دولة واهم الدول هذه اللي كتهم الجالية بصفة عامة غان نذكرون منها مثلا كينا اسبانيا وكينا فرنسا وكينا البرتغال وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا وسويسرا وهولندا والمملكة المتحدة اللي هي الإنجليز والدنمارك هذي بالنسبة للدول الأوروبية يعني الدول الأوروبية هالدول هذو كاملة المغرب علاقة الرحلة ديالو الجوية معهم يعني الطيارة ما غادش بشيل هالدول هذو ما غادش ما غادجي فقط الرحلة الطيبية وتجارية اللي عندهم علاقة بالبيزنيز أما الناس كي بشي والناس كي جيوا الرح ما كيناش أما بالنسبة للإفريقية المغرب علاقة الرحلة ديالو مع مصر والجزائر والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا ومالي وغانا هذي بالنسبة للإفريقية وزيد عليها على ذيك التركيا وزيد أدول أخرى يعني اللي كتهم صفة عامة الجانية المغربية يعني هذي الساعة هذي بكينا لا رحلة لا والو كلام كان كيتقال فقط في قنواته كيتعاود ولكن الواقع يعني المغرب كيستطرح وجه أخرى واحتها العملية المرحبا مشكوك فيها لأن الموضوع موضوع كبير بزاف المغرب هذي الساعة هذي بالضبط عنده مشاكل سياسية كبيرة بزاف مع إسبانيا ومع ألمانيا بالدرجة الثانية يعني بجوش ديال الدول الأوروبية كيعيش معهم وحد المشكل يعني أزمة خانقة بالنسبة للمشاكل السياسية ديالو طبعا هذي شي تعليق رحلة الجوية يعني يقولون ما عندهش علاقة بسياسة بالعكس كل شي مرتبط كل شي كل شي مرتبط كل شي معلق بكورونا معلق بالسياسة ومعلق بكل شي كامل كون شي يدخل في شي غير ذبه هو في طبيعة الحال في الخبر أو في الإعلان الرسمي من عند جهة رسمية ديال الدولة مثلا مني غ verdadeيقول حناك نعلق رحلة ديالنا الجوية وكذا وكذا شنو غدي كل جواب ديال الجهة الرسمية ما غديش يكون الجواب لأننا عندنا مشاكل مع ألمانيا أو مع إسبانيا أو لا هذا هو الكلام. الكلام كيكون هكذا رسمي يعني كنقول احنا كنعنقوا الرحلة دينا الجوية من اجل يعني كنترول دي الوباء الى غير ذلك. يعني هنا المغرب كيدير هاد 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 الاجراء هاد. انا كنتشوف في اسبانيا العودة للحياة الطبيعية غادي ستبدأ يعني في ابتداء من من نهار لحد لية سعود تسعود ماي. غادي ستبدأ للحياة الطبيعية. وهذا الموضوع انا تكلمت فيه هديش حال. قلت هدي تلت شور بان العودة الحياة الطبيعية في اسبانيا تدريجيا غادي ستبدأ ابتداء من شهر ماي. والفيديو را عندي في القانات هدي تلت شور باش تجلته. وتكلمت في الموضوع دي العودة الحياة الطبيعية في اسبانيا. يعني هاد شي اللي هاد الساعة هاد شي اللي كينا. الموضوع يعني اه متشبك ما كينا شي شي حاجة سميتا. اه انا كن عمليت مرحبه احتوي لكانت مثلا كما كنقوله احتوي للمغرب حال الحدود دياله او عمليت موضوع الاو يبدو كي بدو راحلات البحرية. لكان هاد تكون ما بين، اه نقول للخوزيرات والطانجة او او سبتاء او او ناظر. عفوان سبتاء خلاص ما ناظرش عليه يا سبته ومليليا. يعني اللي كنشي حاجة بين بين مليليا والناظر والخوزيرات وطانجة يعني شوف تشوف شهر سبعه خمسةاش في شهر سبعه ولكن شي حاجة رسمية ولا موقعوش شي حاجة يعني شي مشكل آخر اللي خرج مثلا عن المشكل اللي وقع ده بين إسبانيا والمغرب مع ديال الغالي رعا هذا مشي سهل رعا هذا مشكل كبير وكبير بزاف لأن إسبانيا كتستر على واحد اللي هو مطلب يعني عند مدورة منذكرات بحث والمغرب يعني كيهدد بالقوة دياله وكيهدد بهذك الوسائل الضغط دياله إسبانيا عاو تيني كتجو بطريقة ديالها وكتحفظ بطريقة ديالها إذن الموضوع الإخوة نرى معقد معقد ومعنا ليش نعودونا ونقولوا المغرب سيفتح ولا ما يفتح مكينة لفتح لولد سعادة فعلا توحشنا الولدين توحشنا العائلة توحشنا الحباب بغير نمشي للبلاد هاتشي هذا مشي معقول فعلا المشكل كامل أنا كنتفق مع الجميع أنا الضحية الأولى في هاتشي هذا كامل شكون هما الجالية المغربية يعني المغرب كيفوك المشاكل دياله بطريقة دياله بوسائل الدغط دياله ولكن الضحية الأولى والأخيرة هما الجالية المغربية احنا اللي وكلين الدق فاتساعة هذه فاتساعة هذه احنا اللي وكلين الدق وحنا اللي على حرد من الجمر أن الحدود تفتح وأننا نمشي للبلاد احنا اللي وكلين فينا البيضاء وخصنا نشوفه عائلتنا ولكن احنا كنبقاهما الضحية بأخر المطاف يعني هاد الأمر ديال السياسية غادة في الطريق وحنا غادين في الطريق وإلى متى هاتش هذا غديبقى الله أعلم حاليا هذا هو الجديد للأخوان من العسرة يونيو إلا كان شي تغيير أو شي جديد أن تقسمه معكم أنا ما كان نعجبش نلقى نهضر ونعود الموضوع هضر وحدك يجعل في ربي البركة قول فيديو واحد ووضح الموضوع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا مقا نعوده بزاف نفس الموضوع قول تكون شي فهذا الفيديو ووضحتكم المسألة دي باش ميقاش لغمد بزاف ديالنس فهذا الموضوع ده تحياتي لكل محبين قناة كريم كاسر اينما كنتم شكرا على المتابعة لايك والبرتاج باش يوصل الخبر الجميع الى اللقاء في الفيديو القديم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته